ودلوقتي بقى زي ما اتفقناه اول الحلقة ان احنا هنتكلم عن how often do you do something how often do you do something يعني الحاجة دي بتكررها كام مرة زي ما سألوها مثلا بتسافري قد ايه او بتسافري ابرود ولا لا وهي قلت لهم I travel once a month once a month يعني مرة في الشهر لما كون عايز اسأل عدد المرات بقول how often تاني بسأل بايه بhow often وكنا خدناها قبل كده لو تفتكروا وقلنا how often do you كذا how often do you travel how often do you go to the park how often do you go to the club لو انا بروح مثلا للنادي مرة واحدة فهقول once a week لو مرة في الاسبوع هقول twice a week لو هما مرتين في الاسبوع three times four times وكمان ممكن عشان اجاوب على how often اجاوب بالadverbs of frequency they always usually sometimes often and so on ولو مش بعمل الحاجة دي ابدا هقول never زي ما هنا كان عندنا في الديالوج لو تفتكروا لو تفتكروا معايا هما سألوا how often do you fly abroad وhow often do you fly abroad يعني انت بتسفري في الخارج او برا البلد كام مرة هي كانت ردت عليهم وقالت لهم I travel abroad once a month يعني مرة في الشهر ممكن اقول I sometimes travel abroad كمان عندي ever لما سألوها do you ever travel abroad do you ever travel abroad لما كون بسأل عن experience او عن تجربة الفعل الشيء هل انت عملت الحاجة دي قبل كده do you ever fly abroad لو انت يس تقول yes I do لو no هتقول no I don't طبعا هي يأت لهم yes I travel abroad once a month once a month كمان لما كون عايز اسأل على مكان الشخص ده بيجي منين او هو بلده ايه هقول where is she from where is she from she's from Paris she's from London she's from Cairo واتكلم او اقول البلد اللي عندي شوف الحلقة كاملة من خلال تطبيق مدرستنا بلوس مدرستنا مستقبل يبدأ الآن مدرستنا 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 مدرستنا